اهلا بحضرتكم مرة تانية بعد الفاصل كتير من الأباء بيكتشفوا صفات أو سلوكيات في الأطفال بيكونوا عايزين يغيروا هذه السلوكيات بشكل إيجابي البعض ممكن يستخدم أسلوب المكافأة يعني يقول للطفل مثلا لو التزمت ومعملتش هذا السلوك الخطأ أنا هجيب لك هداية والهداية اللي أنت عايزها كمان في بعض من الناس ممكن يستخدم أسلوب العقاب والعقاب هنا مش لازم أنه يكون ضرب ممكن التجاهل ممكن الزعل ليكون نوع كمان من أنواع العقاب إحنا النهاردة هنتكلم عن إزاي نحفز أطفالنا ونغير طريق تفكيرهم ونعدل من سلوكهم بشكل إيجابي مع ضفنا الدكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك صباح الخير عليك يا دكتور صباح الخير يا أهلا بيك صباح الخير هل ينفع فعلا نعدل سلوك أطفالنا؟ طبعا ده سؤال مهم مهمة أوي مهمة أوي الموضوع الناس بيقولوا أن الطفل لو مثلا الطفل عنيد فهو هيفضل طفل عنيد وهيكبر يبقى مراهق وهيبقى شاب وهيبقى كبير وهيبقى عنيد هل ده نقدر نعدل سلوك الطفل؟ طبعا ما نتعلمه في أحدان أمهاتنا لا يمحى أبدا اللي احنا بنتعلمه وإحنا صغيرين من بابا وماما لا يمحى أبدا فأنا محمد صوحي كان بيقول اتفقت أنا وذوجاتي أن ربي أبنانا على القائمة الحميدة والكنيني تذكرت ونحن نربيهم أننا نربي أنفسنا معهم الفكرة إحنا إزاي بنتعامل مع أولدنا؟ بيكاسو كان بيقول والدتي كان بتقولي لو أنت كنت في الجيش كنت هتكون قائد الجيش لو أنت كنت هتبقى السيس كنت زمانك رئيس القصاوس بس أنا بقيت فنان عشان كده بقيت بيكاسو توماس أديسون لما بعد ما عمل النور قالوا له الغبي الذي أنرى العالم بعدها عمل كل اختراعاته ولما ما عملت حرق والدته بسطت كده بعد ما ما عملت حرقت له أخيرا بدأت يعني تمحي كل الأخطاء وتبدأ من قول بجديد مهم قوي الحتة دي يعني يا دكتور لأنه في ناس كتير قوي بتفتكر أنه أنا لما أقول لابني حاجات إيجابية كتير يبقى أنا كده هبدلعه بخليه مغرور مع أن ده دعم لي مهم جدا بصي تبعا للشخصية يعني لما مثلا ابني كان من الشخصيات الاتكالية شوية مش هينفع أقول له شاطر برافو عفا يبدأ يتمادى في الموضوع ولا الشخصيات مثلا خلينا نقول الشخصيات الاتكالية إحنا اللي بخلي التكالية الشخصيات هي آه فيه شخصيات أسية الشخصيات قوية أو الجريئة بيتولد كده الشخصيات خجولة تتولد كده بس إحنا زي ممكن نهندل كل حاجة بحيث الشخصيات قوية ما تحول الشخصيات بكحة والشخصيات خجولة ما تبقى الشخصية متوضعة وعندها إيه اللي تثقة بالناس طب يعني أنا اللي بخليه شخصيات التكالية طيب لما بنفذ لابني أبداً ما بقول الحب المعتدل يعني ولا التدليل الزايد ولا القصوة شديدة التدليل الزايد اللي هو أنا دايماً بتراجع في قراراتي عشان ابني بيبتزني ماما الشكراتة غلط فلما أجي أبدأ أزن أزن فماما خلاص بقى الشكراتة بقت كويسة عشان أنا زهي قتمزن ابني بيزن أو بيعيط فحطه أدام التلفزيون فبيعرف إزاي ممكن أبتز بابا أو ماما فبيتحول أن أنا بيجيب له كل حاجة وببدأ المكافآت دا بقول فيه مكافآت قصيدة المدى النهاردة مثلا كنت كويسة عارق قدام التلفزيون الفترة معينة قدام نوبايل أو التابل الفترة معينة لا الموضوع وصل للرشوة إن أنا هعمل دا عشان الشكراتة أنا هعمل دا عشان هتفرج على دا بقى الحب المشروط فبقى الشخصات التكالية لازم أعمل دا عشان خاطر دا مش عشان خاطر دا صح فبيعرف إزاي يبتز بابا أو ماما فبيتحول أن كل حاجة مجابة فيه طبيب ألماني كان بيقول فيه حاجة اسمها مرض إشباع رغبات نو مفيش نو خالص في التربية فأي حاجة أوكي فمرض إشباع رغبات دا بعد كده بيجيب له مشكلة في الرضا فيها بيتحول الموضوع على الكذب الادعائي أنا بداعي لعندي عربية وبداعي لما بيكبر شوية وبداعي قدام صحابي عندي حاجات لأنه في ناس كتير قوي عندهم الحاجات دي ركز لنا بقى عليها إزاي ما نخليش والادة يبقى عندهم المشكلة دي على الاعتدال على الاعتدال يعني بنحط تسكات بنحط مهام معينة ابني يعملها وبحط مثلا بقول حاجات البيت أولويات واحد اتنين تارتا حاجات المدرسة واحد اتنين تارتا حاجات التمرين الواجبات اللي عليه مفروض يعملها في كل حاجة منها فحاجات البيت بحملهم مسئلته الخاصة إنه هو مثلا يقوم يروأ سريره إنه هو يقوم يحط عشان طيقة مدرسته طيب ما فيه حد يقول أنا ممكن أساعد ابني ده أنا بساعده في ده حلو المساعدة مهمة جدا يعني بس احنا المساعدة عندنا فيها مشكلة يعني أنا بساعد ابني هو بيذاكر ولا أنا بيذاكر له يعني قعد جنب ابني وهو بيذاكر مختلفة غير أنا اللي بيذاكر له خالص وبعد كده ببدأ أنا عاد جنبه لا وحتاج حاجة لا الموضوع بيتحول إن ابني ما أرجوكي خليكي جنبي بابا مش عارف إيه ده يعني يعني مش صح إن انت تذاكر للأولاد أنا بساعده مش أنا أساسية عشان كده الكون في منطقة الأمان أو الهابو كامس ابني دائما بيتعود على ماما أو بابا عادين جنبي فخلاص أنا خط على ده فالرشترات لازم أو رابط الإيجابي لازم أذاكر وماما قاعدة جنبي غير مقول مثلا أنا عاد جنبك لو حتاجت حاجة هنشوف من هي خلص الأول المكافأة أنت هتخلص مذكر أول وأنا خلص شغل ببيت الأول ولأخلص ليه مكافأة مثلا اللي أنت بتقول عليه المساعدة إنه هو يروأ سريره ويحضر قطته فهنغني مع بعض أنا ممكن هساعده وإحنا بنغني فحبيبه في المهام طيب حلو لو أب لو أم بكل يوم الصبح بتروأ سرير ابنها أو ابنتها وبتحضر له شنطته وبتجهز له حاجته ده غلط دي مساعدة زايدة بتجيب له مثلا عايز كباية مية عايز كباية عصير عايز كل حاجة من البيت فهي اللي بتقوم تعملها هل ده غلط ده كارسي أقولك ليه لو كان ابني من الشخصيات الخجولة الموضوع هيتحول بقى إن شخصات تكلية جدا لو كان مش شخصيات قوية أو جريئة هيبدأ يبقى مهمل ده يبقى ملطاجي لا بس مش هيبقى لسه صغير ويعمل لنفسه اللانش بوكس بتاعه صح؟ يعني ولا إيه؟ مش مسألة اللانش بوكس يعني فيه مساعدات بسيطة أن يحق الكتب بتاعت المدرسة كباية مية دي كتير يعني آه معاك دي كتير بس لو أنا الصبح مثلا في أمهات الولاد بتقوم تعمل لهم الساندوتشات بتاعتهم الكلام ده يعني ده كمان غلط ولا لا؟ بص على حسب السن يعني أنا بقول من أول ثلاث سنين بيبدأ بقولي مثلا إذا لمسك كوباية الكوباية بلاستيك الصغيرة هيبدأ دخل كي جي وان مثلا أربع خمس سنين ولا حاجة لا ببدأ شان بساعده في ترويق سريره بساعده في يحط اللبس في الدولاب شوية من سبعة مثلا لحد عشرة لا بساعدني مثلا في حط الهدوم في الباسكت اللي نحط فيه بعد كرة هنقسل هدومنا شوية هيبدأ يساعدني لو حاجة يعني هيحط الأكل هيشيل كوبايته فهتبع للسن بس فكرة أن أنا أفضل أعمله كل حاجة لا ده غلط يعني من ثلاث سنين بيبدأ أحمله حتى يعني بيبدأ على المسؤولات الخاصة حاجة الشخصية بعد كده المسؤولة عامة يعني هو يبدأ يتحمل مسؤولة البيت يعني مثلا الباسكت باستة مهمنات يحطه برا وانا وقفة فلازم أحمله حتى مسؤولة البيت عشان مقاش الشخص يعني أنا شخصية تكالية أهم حاجة طبقه بعد الأكل مثلا إيه؟ يشيل طبقه بعد الأكل طبعا ده لازم يعني من ثلاث سنين أنا ببدأ بقى خلاص لبسه يحطه لوحده أنا ببدأ من ثلاث سنين بس أمهد له بنغني وإحنا بنروأ عشان إحنا دايماً بنعمل حاجات دي بأوامر ومروأ ومعمل ففكرة الرابط الإيجابي إن أنا بحببه في البيع اللي حواليه صحيح أو الحاجة اللي بيعملها إيه تاني من العوامل ممكن أشجعه بيه؟ يعني أنت قلت إن إحنا ممكن مثلاً لو الطفل بس ده برضه في سن صغير مسألة إن هو لو روأ سريره أغني معاه ده برضه سن في البدايات يعني إيه تاني ممكن أشجع طفلي بيه إن هو يبقى شخصية يعتمد على نفسه ما يبقاش اتكالي وفي نفس الوقت ما يبقاش دلال زايد عن النزول أنا دمان بقول حاجتين لحد سبع سنين صندوق الهداية صندوق الهداية إن بقوله يعمل مثلاً عشر حاجات لو تعملوا خلاص أنت كل النهاردة مثلاً ليك طايم معين في الحاجة اللي بتحبها وآخر أسبوع هتخرج مع أصحابك في مكان فلين عدنا السبع سنين سكورشيت سكورشيت ورقة المهام وببدو أغير له المكافئات والحوافز اللي هو بيحبها يعني بيحب يروح ملاهي بيحب يروح مكان معين بس فاية سكورشيت أول ما بيطلع شوية لمرحلة المراقة يعني بنعلم عليها الحاجات اللي عملها صحة وحاجات اللي عملها غلط طبعاً يعني صندوق الهداية ده عشان هو اللي بيساعدني في صنع الصندوق لونه حل وجميل بعد سبع سنين بيحس بقى أنا كبير كبير شوية فبيبدأ نغير بنحط سكورشيت وخصوصاً لو كان ليه كمان إخوات فموضوع بيكون محفز مش بخاليه غير من أخوه لا حاجات معينة لو تعاملت هنديك واحد ادنين ثلاثة مكافئات مرحلة المراقة أو ما قبل البلوغ بيبدأ بقى لا أنا كبرت على كده فبيبدأ باخد بالي بس بزود التحفيز المعناوي وباخد بالي إن ما بحيد مش أمنع يعني باخد بالي من إزاء النفسي والبدني يعني الإزاء النفسي إن أنا مش هينفع إليه الشتايم أو المنع عشان المنع هيخليه الموضوع حاجة اسمها التمرد فأنا باخد بالي للمزود الحافز أو التحفيز المعناوي في دخول مرحلة المراقة عشان ما يزودش مرحلة التمرد طيب خليني أخذك لنموذج أكستريم شوية الطفل يمكن التكالي بيرد على مامته بيزن شوية خليني نقول متدلع هل ممكن أعدل من سلوك الطفل ده وإزاي طيب خليني أقول بيرد صوته عالي بيرد ممكن يقول ألفظ ده أحسن عقاب يعني دايما بنقول تكرار السلوك أكتر من مرة 99% بسبب اللي إحنا مش بنعمل رابط سلبية مش بنعاقب أو بنتراجع في قراراتنا فالجزء ده بيخش يخسل بقه 30 مرة قدامي كانوا من أقلع عقاب مرة التانية 50 مرة عقاب أه طبعا يعني أقول تخلي اخسل سنة 50 مرة قدامي لا لا خش اخسل بقك اتمنط لعيشين مرة عشان أنت علت صوتك على ماما أو بابا بس إحنا ساعتنا بنعمل بنقول ممكن أزعق طبعا في ساعتها الصوت العالي أنا عارف إلى آخر النتيجة أن أروح أزين أططب على بابا أو ماما مضام ينتهي أو بيجي بابا بالليل الخلافة المعاملة فهو ما بعمليش حاجة فهو كارل نفس السلوك فلما بعمل عقب بس أنا أقول أن أنا أعاقب بعد السلوك الغلط اللي عمله لا 90% هيكرروا حاجة بسيطة بعد كده لحد ما يتاشى تماما أو شخصية التكلية لازم تبدأ تتحمل المسؤولات أنا ولا بقول أزع قصوة ولا بقول أدلل بس أحط كل حاجة هيعملها مش رشوة أسحب شيء مضوع الرشوة ومش أمنع يعني لازم أبدأ تدريجيا أحط له مهام وبناء على المهام اللي بيعملها بحط له مكافآت مناسبة للمهام دي يعني مش هينفع مثلا أجيب له موبايل عشان خاطر كان إسبوع دا كويس عشان بعد كده بيعمله مش كده في الرضا إن أنا عندي مش كده رفعت رفعت أنت سقفة محاطو بقى خلاص بالضبط الموبايل شوية عربية شوية عايز مش عارف الفيلا شوية فأنت كل مدى هو عايز هدية أكبر من الهدية اللي أنت كده بالضبط وموضوع بعد كده على فكرة يعني فكرة في حاجة اسمها مثلا كزم مقامة السلطة إن أنا لو تحولت فجأة عايز ابني عنده مش كده سلوكية معينة مثلا زي شخصاتك يا ليه ففجأة بقى حاجة اسمها قامة السلطة طبع أنت بقى هتشوف يام صعبة جدا بقى وزعيل فهيجذب من أجل مقامة السلطة من أجل أنا هو ميتئزيش أو جذب الانتباه إن أنا مثلا بدأت أدل الإبن الزيادة أو شخصات كالية فبيبدأ يبقى قصد لو هيغلط عشان يجذب انتباهي كل ده عشان خاطر أنا بحاول أرايحه في سن توليت يعني خلاص موضوع تأخر قوي مش عارف عدل السلوك خالص الفكرة اللي إحنا نحط له سلوكيات معينة فترة طويلة يعملة لو أنت عودت على القهوة لمدة عشرين يوم متواصل بقى شرب قهوة سبعة الصبح أنا خلت على كده بقى سلوك تكرار السلوك بيغير الشخصية يعني لو فيه أي مشكلة عندي بقت شخصية الشخصية عبارة عن سلوكيات متكردة لو غيرتيها بقى تلتي معين الشخصية تتغير طيب إحنا عندنا مشكلة كأباء وهمهاد في إننا بنرجع في كلامنا دايما يعني مش هقولك بنوقت و بنرجع في كلامنا لا في العقاب أو في المنع لو عملت كده لا إنت مش هتروح مع أصحابك زي ما إحنا متفقين لأن إنت عملت حاجة غلط يوم يومين مع الوقت إحنا بننسى بننشغل بييجي الطفل يتكلم معاك مرة تانية فأنا عايزة روح إحنا متفقين فأنت بتنسى أصلا إنت عقبته ده خطورته إيه على الأطفال على المدى البعيد طيب ده خطورته أول حاجة موضوع العند دي مصيبة بقى الوعود اللي أنا مش بنفزها أو أتراجع في القرار أتراجع في القرار بيخلي ابني بعد كده يعرف يبتزينه عاطفيا ويبدأ يجرب بس هو السؤال هنا هل ابني قاصد يغلط هو مش قاصد يغلط هو واحد ابني ممكن من أول سنتين ونص بيبدأ يجرب أنا لها كيان أبدا أمشي الوحدي فأبدأ أجرب ها ده ينفع مع بابا لو نفع أتمادى فيه ما ينفعش بيبدأ أغير أو كنوع من أنواع سد الاحتياج يعني يا جماعة أنا موجود وإنتم مش يعني محدش حاسبية أو نوع من أنواع الإسقاط النفسي بسبب القصوة الشديدة فببدأ أكرر الغلطة أكتب من مرة عشان خاطر أضايقك فممكن تبقى بسبب سد الاحتياج وممكن عشان أنا أصد أضايقك أو نوع من أنواع اللي أنت بقى فكرة بقى أن أنا بتراجع في قراري أكتب من مرة الإبتزاز العاطفي ممكن يتمادى إلى نوبات الغضب من أول 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 درجة نفعت معك فتاني درجة ممكن توصل لنوبات الغضب وخبط رأسي في الأرض وممكن نقزل نفسها عادي منت عشان أول حاجة يابت مع بابا نتيجة فببدأ نوبات الغضب بقى تتمادى هل ممكن أتكلم مع أولادي يقول لهم سبب بتعمل الحاجة الغلط دي ليه مثلا ويبتدي بقى فيه لغة حوار طيب بعد ما إبني بيعمل مشكلة فكرة الزعيق والسريخ وكل ده مش هجيه من نتيجة هو بلوك أصلا بريم بتاعه بلوك طيب وعد تنفس ستاني لا أكيد لا لا أنا ممكن أعملها بشكل سكورشي أو صندوق هداية اللي أنت تبقى هادي السلوك المعاكس ويديه تمرين أقول لهم مثلا في حاجة اسمها كرسي الهدوء هتحط في صالون لو أهم تحس أن أنت متعصب أطعط كرسي الهدوء تاخد نفس تعد من 10 ل 0 even a good فتاخد نفس فده البديل إن أنا ابني مش بس أقول لهم أنت غلطان لأ أقول له بديل وفي حاجة أنا مش بحبك لا لا أنا متضايقة من اللي أنت عملته مش متضايقة منك عشان خاطر هو ابني كده شخصات خجولة أو متواضعة بتشوف ده على الحب المشروط إن أنت مش بتحبيني لو أنا عملت كذا بحبك باللبس معين بحبك بدا طب دكتور عندي سؤال ما ليش عايزة أسألك يا شازد أنت كمان السؤال ده لأنه أنا أنا ما عنديش أولادك مع روش فهل أنتوا ساعات بتبقوا كأباء أو أمهات عندكوا الخل أن أنتوا طول الوقت تتكلموا يعني في أمهات أنا بقى أصحابي بيقولولي مش قادرين يعني ما موقعين فبينهاروا بيزعقوا حلو طب أنا عايزة أقولي صح وأنا مقتنع بس مش بنزع يعني أنا بقول مش وقته يعني أنا مش هزع يعني لما تيجي عايزة تتكلم معها وكده مش بزع بقول لها مش وقته أنا مشغول دلوقتي بس في أمهات بقى تطلع عن شعورها لأن الأمهات تبقى عادة مع الأولاد تولي الوقت فمش قادرين طيب لو إبني عرف إن نوع إزاي بتزيني وإزاي بداي من حاجة معينة هيبدأ دايما يديني بيها أنا بقى من حاجة معينة فلا يوم أمهات هتقولي لأ طيب هارمي الحاجة على الأرض هزع أصرخ فأنا دايما بقول الأمهات اللي قادة مقيمة دايما في البيت أخش حمام ساعة تخسر وشي أهدى أخش أقول تيافة على نفسي أعيد دايما بقول مثلا نومبر سيستم ده أنا ممكن أعيد من خمسين لزيرو حد قادريني من قادرين إيه ده كده عشان أخد قرار صح إبني لو عرف إن ده مش بيأثر فيه مش هعمله تاني بس إحنا مشكلتنا عميل الفوكس إن ده بيديني فإبني بيقراره عشان يديني عشان دايما لأ ما أقوله لأ منها ما أخذتش ما زععتش إزاء نفسي ما ضربتش إزاء بدني ما أخذتش قرار غلط ما رجعتش في قراري بعد كده برجع هقوله إنت غلطان في إيه وإيه السلوك البديل لأزيكوس الهدوء أو النومبر سيستم أو حاجات دي ويصلح الحاجة اللي عملها فكرة بقى إن صالح الحاجة اللي عملها دي مهم جدا ومش بس كده ربع نقطة إن يبدأ أديله أعباء إضافية كنوع من أنواع العقاب خش روى الأقودة كذا خش يعمل كذا وشيل كذا وعمل كذا طيب لو الطفل عنيد هل كل الحاجات دي تنفع معاه؟ طبعا بس الطفل العنيد ما بيحبش الأوامر قوم أعمل قوم نفذ الاختيارات تبس كذا ولا كذا ولا كذا هنأكل كذا ولا نأكل كذا ولا نأكل كذا بس أعتقد ده في سن معين أنا مسألت الاختيارات ده مش من البداية بالعكس أنا عايز أقولك إحنا ممكن نعملهم بداية بشكل أنا بحسسه لو هو كبير بس في إطار معين يعني أنا كده كده عايز أيلبس اللون أبيض أو الأخضر أو الأحمر فبدحك عليه منها هو اختار ومنها أنا اختارت الحاجة اللي أنا عايزها لابني بدأ يعني دقولي لأ أنا عايز كذا الأكل يبقى أنا استفدت حب تأكل رز ولا مكارونا لا دكتور ده أنا عايز أقولك مسألة بقى تحديد الاختيارات والطفل يعني دي محتاجة فقرة لوحدها طبعا بالتأكيد هيكون لدينا لقاء تاني حسنا بنشكرك طبعا شرفتنا ونورتنا دكتور نور أسامة استشاري تعديل السلوك شرفتنا يا دكتور نورك ربنا خليك الرواب